السلام عليكم كثير من الالعاب تعطينا شخصيات غريبة مرة لدرجة ان من كثر ما هي غريبة راح تشد انتباعي حطوا في بالكم اننا حاولنا نجيب شخصيات غريبة وما هي شريرة مرة عالم Red Dead Redemption مليان شخصيات ملحوسة لكن ما فيه مثل سيث برايرز وهو منقب ملحوس ما عنده شغله غير انه يسرق المقابر هالرجل كان مهووس في البحث عن خريطة كنز معينة وبسببها فقط زوجته وعائلته والمحل حقه وبنفس الوقت من كثر الهوس الرجال راح عقله سيث شخصية غريبة وممكن من اغرب الشخصيات في عالم الالعاب لان اذا كنت لاعب اضافة الزومبي حقه Red Dead Redemption راح تشوفه جالس يلعب ورق مع خوية لكن خوية ميت وصار زومبي وبتشوفه يكلم ان الزومبي يعامله مثل البشر ومن كثر ما سيث غريب الزومبي اللي حوله صار مجنون مثله ولا صار يتصرف زي باقي الزومبي هذه الشخصية ظهرت في اكثر من جزء في سلسلة زلدك وهو رجال عمره 35 سنة وكان مره مريب ويحب يذكرك بانه هو مو بانسان لكنه فيري ودائما تحصله معلق نفسه على البلونات على اساس انه يحسس نفسه بانه فيري ويقدر يطير في احد اجزاء زلدك تحصله في الساحة وبيقعد يرقص طول الوقت لكنه متقرب لما وبتكلمه بيقولك انه جالس يدور عن فيريس ثانين وبنفس الوقت وده يصير صديق لينك لما تصير صديقة راح يبيع لك الخريطة ويند ويكر اللي راح يساعدك فيها حتى يوضح لك اماكن اشياء مهمة لك حتى تتقدم في القصة بنفس الوقت راح تحصل محلاتها حول الدنجينز اللعبة حتى تقدر تشتري فيها اغراض تساعدك كل التنجلز اللي راح تقابلهم في السلسلة غريبين ويحاولون يتلصقون لينك وبعضهم برضو يحسبون لينك واحد منهم لان كلهم له مذاني حادة ولابسين لبس لونه اخضر اغلب الشخصيات المنحوسة تكون شريرة ولا فيها شي غريب ما يخليها طيبة مية بالمية الا شخصية كراش هالشخصية خلق طيب الدكتور ان مسك كراش في بداية الجزء الاول من اللعبة وضربها بليزر اسمه ايفولفو راي اللي يطور من الشخصيات ويخليهم اذكياء لكن هالليزر ما نفع على كراش لانه مسبة طبعا بعد ما انحاش كراش من مقر الدكتور ان قرر يرجع حتى ينقذ خويته توانا بانديكوت عن طريق هذا المغامرة راح تلاحظ ان كراش قبله لكنها قبله بطيبة وطريقة تعبير هذه الشخصية خلتها ايقونة في صناعة الالعاب هو واحد من اكثر الشخصيات المحبوبة اللي الى يومنا هذا نشوفها ريميكات جديدة ونقول باذن الله لعبة جديدة ممكن السنة الجاية ولا هاذي شخصيات سلسلة كرفدوتي محبوبة بشكل عام لكن اذا كنت من الناس اللي كانوا يلعبون طور الزومبيز بشكل كبير فاسم شخصيات ادوارد ريتش توفن مبغريب عليك اللي ما يعرفه فهو عالم الماني شاطح مؤدي صوته هو المثل الصوتي الموهوب نولن نورث المعروف في اداءه في شخصية نيثن دريك طبعا ادوارد كان عضو من جروب 935 اللي كانت مهمتهم هي دراسة مادة 115 اللي جت مع نيزة كطاحة الى الارض طبعا هذه المادة تعتبر هي المصدر تواجد الزومبيز في قصة كول اف دوتي زومبيز اي للعموم ما بيدوخكم بقصة الزومبيز داخل كول اف دوتي خلونا نتكلم عن شخصية ادوارد نفسها من بين الدعايات ولحظات اللعب راح توضح لك شخصيته لانه دائما يرمي تعليقات شاطحة وغريبة توري قد ايش الرجال صار ملحوس من كثر ما هو يدرس حول هذه المادة الغريبة والسفر عبر الزمن اللي خلص من شخصيته مضطربة مرة شخصية ادورينج فان من ابليفين هي واحدة من اضخم العاب الار بي جي وتعتبر في يومنا هذا واحدة من افضل العاب المتواجدة عالمها الضخم المتشعب وعدد الشخصيات الكبيرة مع القصص اللي يحكيها العالم تجليها تستاهل هذا اللقب غير هذا كله اذا انت شخص مالك في العاب الار بي جي بشكل كبير فهذه السلسلة وخاصة هذا الجزء فيه محتوى جميل وجبار راح يشدك وهذا طبعا غير القصة الاساسية الجبارة في عالم اللعب الكبير راح تكابل عدد لا يحصى من الشخصيات لكن في واحد من هذه الشخصيات وهي الأدورينج فان هالشخصية اول ما تقابلها بعد ما تصير الجراند شامبيين في الارينة راح يكون فيه قمة من الفرح بانه شاف البطل وبيطلب منك انه يصير خادمك ويقعد يلاحك في كل مكان ويبوس رجلك اذا وقفت عاومة كلمة وقلت الابعد عني ما راح تشوفه لكن اذا ارتكبت الغلط ووفقت على الطلبة فهو بينشبلك حتى تقتله وتفتك منه لكن شون تقتله وتفتك منه هذه النقطة راح تخليها لكم الله يعينكم عليه لانه قثيث وهذه كانت مجموعة من الشخصيات المضطربة في الالعاب شاركونا بالتعليقات بشخصيات ملحوثة حبيتوها كم معكم نوف النغموش يعطيكم العافية المتابعة مع السلامة اشتركوا في القناة